ورحمة الله وبركاته برمبران إقراسه برمبران حؤن أو مادة الميت وكلوبراميد يعتبر عليك فعال جدا وقوي جدا ليه مشكلة الغثيان وإلقيء ولكن ليه بعض المحاذير والأثار الجنبية الخطيرة ولتستدعي أن نحن نعرفها عشان نستخدم الدواء أو دواء البرمبران بشكل فعال وفي نفس الوقت بشكل أمام دواء البرمبران بيدي تأثير بتاعه عن طريق أنه بيقف المستقبلات اسمها الـ D2 receptor أو الدوبامين receptor في منطقة في الجهاز العصبي مسؤولة عن حدوث إلقيء والترجيع اسمها key receptor trigger zone وبيقفل برضو مستقبلات الدوبامين في الجهاز الهضمي وعشان كده دواء البرمبران دي تلت تأثيرات أساسية التأثير الأولاني تأثير مضاد الغثيان وإلقيء التأثير الثاني هو بيقفل صمام المعدة العلوي وبتالي بيمنع ارتجاع الأكل من المعدة للمريء والتأثير الثالث هو منشط له حاجة اسمها الجاسترك إمبتنجريت أو معضل حركة الأكل من المعدة للأمعاء الدواء ده لا يعتبر علاج لمشكلة القولون أو القولون العصبي لأنه ليه ملوش أي تأثير على عضلات المدساء بتاعة القولون دواء البرمبراند يستخدم كعلاج فعال جداً له الغثيان وميل القيء سواء الغثيان أو ميل القيء اللي بيحصل نتيجة للتهبات في المعدة أو لتناول مادة irritant أو مع العمليات الجراحية أو الغثيان وميل القيء اللي بيكون مصاحب له العمليات الجراحية أو مع مرضى الكيماوي اللي بياخده جرعات من الكيماوي والإشعاع واللي بتسبب حاجة اسمها كيمو ثيرابي انديوس دينوزيا اندفومتينج أو غثيان وميل القيء مصاحب له العلاج الكيماوي الدواء ده الجرعة بتاعته بتكون 10 ميلي جرام ثلاث مرات قبل الأكل بربع ساعة أو 30 ميلي جرام على شكل حقاً أو جرعة يومية يعني لا تتجاوز 30 ميلي جرام الدواء ليه كتير من الأثار الجنوبية اللي قد تكون خطيرة جداً رقم واحد شعور بالأرق والدوار والدوخة وده تقريباً بيحصل مع 10% من اللي بياخده أقراص البرنبران أو مستمرين على البرنبران ليه فترات طويلة المجموعة تانية من الأثار الجنوبية خطيرة جداً هي متعلقة بيه حاجة اسمها الاكسترابروميديال ساينز أو بتسبب بعض الأعراض الشبيهة بأعراض الشلل الرعاش وعشان كده مهم جداً ما نستخدمش الدواء ده لمدة أكتر من خمس تيام وفقاً لتحذيرات كتير من الهيئات العلمية على مستوى العالم ولو هنحتاج دواء اللي نستمر عليه الفترات طويلة ويفضل نحن أو نرجع له طبيب البطنة لتغيير البرنبران لنوع تاني المجموعة الثالثة من الأثار الجنوبية متعلقة بارتفاع نسبة هرمون البرولكتيني اللي بيسببها دواء البرنبران واللي بتؤدي إلى بعض المشاكل الجنسية عند الرجال زي التفدي وضعف الرابع الجنسية وضعف الانتصاب وعدم انتظام دورة شهرية عند السيدات وعشان كده اعتبر الاستخدام الأمن لدواء البرنبران هو بأقل جرعة ممكنة لأقل وقت ممكن نتمنى أن نقدمنا لحضراتكم النهاردة معلومة مفيدة صحتك في خمسة صحتك في خمسة